أكثر من سؤال وضعية نجم نقوله أسوأ وضعية صلى نادي الأفريقي في تاريخه وألا ليه؟ أسوأ وضعية بطبيعة الحال وحبيت معناه أنا بالمناسبة هذه أنا عندي سبعة شهور ما تكلمتش عن نادي الأفريقي من الأخر لقاء وقت اللي من المجموعة اللي حاولنا وقتها في شهر جويليا وماللزماء المحاولة متاعنا معناه بقت في الفشل وكان هناك خفاق كل معناه حتى جمهية النادي الأفريقي معناه تأزم الوضع وحتى من اتهمنا بالخيانة باعتباره بسنسل لك عليها بعضا؟ مالا خليها حبيت نحط المولي أنا كما تسلسل وعلى هكا نحن من الناس قررت اللي ما عاش نتكلم أنا خطر أنا كنا وقتها في إيتار مشروع مبادرة وعمل ما قلت مبادرة هي مشروع مبادرة ولكن مش نرجع للمعناه حالاً تعنادي أفريقي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالظروف المادية المفقودة وبالتوازي مع ذلك معناها فما عام الإدارة وعام الإدارة اليوم ولا غايب تماماً معناها وضعية مادية متأزمة وما فما حتى حلول ومع ذلك غياب كل معناه لهيئة مديرة تقود في معناها السفينة هذية شوفوا النتائج يظه لي أسوأ نتائج في تاريخ النادي على المستوى على ستين سنة والخمسة وخمسين سنة الأخرانين عمرها ما صارت أنا تفكر المرحوم الله يرحمه معناه 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 يحكي لي أول مرة وقت ليتحمل مسؤوليته شد النادي أفريقي عمره 33 و34 سنة ولبى نداء الواجب نادي الأفريقي كان في وضعية شابهة بهذه ويظه لي أذيهم زبنا أكثر قبل أخرف العليا لا وقت لي شدها بعد سبعة وثمانية مقابلات نادي أفريقي كان في مؤخرة الترتيب ولكن تحملوا مسؤولياتها مرجال النادي وقتها وقفت بي رياضيين أوكي ما نتواش ماليين كيما هكذا لا لا ماليين شو إن اليوم النادي الأفريقي جمعية فقدت جميع مقاومات مصطلح جمعية شو معناها هو جمعية؟ جمعية فما هيئة مديرة سير جمعية والهيئة مديرة عندها برنامج رياضي وعندها برنامج إداري وعندها برنامج مالي وعندها هيئة قانونية وعندها هيئات مالية هذا الكل غير متوفر اليوم في النادي الأفريقي والنجم نقول لك اليوم من الناحية الهيكلية النادي الأفريقي معناها ذر رياضيا وذر على جميع المستوات من أضعف الفرق معناها في تونس اليوم عليش نقولوها بكل صدق فما اخفاق راو الاخفاق الاعتراف معناها بالذنب فضيلة راو معناها الله غارب لانا نمعتقد وعمري من نجم نهار نسيب مسؤول في النادي الافريقي او عبد حمل مسؤولية في النادي الافريقي خاطر واش نير لكلها اجتهاد ياما تنجح ولا تخفق ولكن اليوم نشوفه في السفينة قاعدة تغرق والماء يدخل لها من كل بلاسة والناس قاعدة تتفرج انا نعتبر انه اليوم فما معناها خطاب يزن نكون تعم مسؤولية خطاب مسؤولية شو ما انه يقع الاقرار انه الهيئة هذية غير قادرة غير قادرة بشتواصل المهام متاحها ويبدو انه الحلول قبلها تكون حلول قانونية زي ما تكون حلول داخل النادي انا كل ما اتمنيه حتى يزي نوفره عن نادي اجراءات تقاضيك السواء على مستوى الرياضي او على المستوى القضايا يخويا الاخفاق هذية والحالة اليوسنى لها والجماهية الرياضية لثائرة وعندها الحق في الثورة متاحة باعتبار ما هيش قابلة موش وضعنا ما انت جمش تكون النادي الافريقي جماعية اليوم تحتفل بالمئة اوية متاحة اكبر قاعدة جماهرية في تونس تكون في الحال هذه مش معقول معناها حتى كان حاولوا نوصلوها حتى وكان فما شخص يكره النادي ويحب يوصل للنادي للمرحلة دي ما يقدرش خلي اليوم نرقور ويحنا معناها اليوم في ازمة معناها ما عادش نجم ازمة حياة او موت دونك انا دعوتي الى الهيئة المديرة الحالي بدون اي تشنج وبدون اي سبان وبدون اي تتيح قدر من فضلك يعيشك نعرف كنت في النادي الفاقي عندك سنوات عاونت اللي تنجم تعاون عطيت فلوس ربا اللي نجم تعطيه ولكن اليوم وصلت الزنقة للهارب اليوم لا بد انه الهيئة المديرة هذي تسلم المشعل الى هيئة موقتة يختاروا اللي يحبوها مطلحة خصم المعلومات اللي وصلتني منذ قليل اللي عملت بغض الاتصالات رافض عبسة مليون سي تناحي كان بالانتخابات اللي بتصير ويدعا لها هو مانا هو والله يا جون قولك المعناية او بش النقل انا حبيت نتحدث من المستوى الرياضي لانه نادي افريقي عائلة ونادي الافريقي ناس وقت اللي تاخذ المسئولية تقعد مرتبطة تاريخين بالمسئولين السابقين على الاقل احنا كخدمنا في النادي افريقي سنوات عديدة كنا كنا نتعامل واحنا نتخنب بيننا شباب كنا ديما نتفمى التواصل معا الهيئات ومع المسئولين القدامى حتى وقت اللي فمى ازمة ولواني ما نوافقك شبارش السماع ديما الخلافات في النادي الافريقي بين المسئولين موجودة والله هي جون قولك راو ما بش نكونوا صادقين ومش كان في الكلوب كهو لا لا حديث صراح وما نش بش نغلطوا الناس والله هي راو المشاكل صارحة في النادي افريقي وخديما عندي على القل عشرين سنائم معنى قريب في حذرة النادي والله هي راو بين زوز اشخاص فقط ما تقول لك مسئولين وبنحووش معنى انه هالخلافات هذي فريد عباس مموجودة معنى الخلاف هذا كان موجود وممم الفين وسبعتاش وكسرناه وفي بيرو وقت سفاد العبدالكافي واجتمعت جميع المسئولين اللي تقدم مسئوليات كبيرة في النادي الافريقي ويتقبلنا وكان جوا بييج وكنا وقت بش نقدمه حتى قايمة فينو سبعتاش وقت ايامات سليم الرياحي ومبعد صارت كيف كيف قانونيا ما القيناش الثغرة باعتباره انه تمسك برئاسة النادي وكل واحد مشي على روحه ولكن شنو السبب بالله يا سيمايا خلينفركوها الرومان شنو السبب؟ والله سبب معناها ساعة ساعة يا ديزيقو كيسو كونفرونت معناها مالنجمش نقول فاماش نقول لك الحقيقة قال انا قريب للمسؤولين القدامة لكل الرؤساء القدامة لكل وتعاملت معهم وباتصال بهم والله لفما حتى سبب جدي والله لفما حتى سبب جدي معناك يقعدوا مبعاثهم مما فما حتى شي ولكن ملغ وزادة ما عايزنا نقوله اراه فما في الجماهية الرياضية برشة ناس تسخن وفامرشة ناس هذوم المحسوبين على المسؤولين هذي سبب المصيبة متاع النادي الفريق انه ما فماش يك المسؤولين اللي عندهم قدر ممكن معناه لازم من الركول ومن الاستقلالية معنا خطر انا بريتوب انه خدمت مع سي فريد خدمت مع آآ سي كاميل خدمت مع سي سي معاس المرحوم سي شريف بالامين وشنو وشو اللي علق وشو ملجم شو تكون تابع ولا ماتبوع لويش مفاميش عليش معنا اللي المسؤول اللي عنده ثقة في روحه يخدم ال الوظيفة والمهات بتاهم تجب تكون غيرة بينت بعضهم تجب يكون كل واحد هو يحب يكون هو الول في النادي الفريقي والله يبآ انت قريب برشة لسيد فريد عباس وقريب السفريد وقريب حتى لسي حماد يبوز بيها معنا بالكيسات ما حكيت وش الموضوع مثلاً؟ والله هو إيجي نقول لك اختلافات ساعة ساعة في بعض الأحيان على الأشخاص مثلاً نقول سي حماد يحب مثلاً المرحوم شريف بن لامين رئيس سفريد ماذا بي شخ ساخر مثلاً أما ما فهميشها خلافات تعميقها فما لحرثة لورثة مبيناتها مزوز من أبناء النادي وزوز شدوا مسؤولات كبيرة في النادي وزوز عاونوا بطبيعة الحال بش نقول نسميه الأشياء بمسمياتها معناه أكبر واحد مدعم المالي في النادي الأفريقي منذ عقود هو سي حمادي بوشبية معناه هذه حقيقة دائماً معناها دونك أنا نشوف أنه النزاح هذا دوتوت ليمانين اليوم يزمو طي التاريخ لا سي فريد ولا سي حمادي اليوم عندهم مستقبل في النادي الأفريقي الوقعية خاصةً معاش تسمح؟ معاش تسمح؟ لا هو مبيدهم كأشخاص ورب يفضلهم ويطيبون لهم في عمارهم ما عندهم مش مستقبل في النادي معناه دونك اليوم بش يقعدوا كا رموز ما الرموز النادي أمام همش بش يكونوا هما غدوا ترف إن شاء الله كان بش يكونونا ترف الأنقاذ عبر ممر وحيد هو يعاونونا بالفلوس أكثر ما يمكن هذا هو اليوم معناه كان شوف أما لا بور تاسي حمادي وسي فريد اليوم مالقلي خلافات المبيناتهم أنه النادي قاعد يختنق النادي قاعد يحتضر النادي قاعد وكان بش نواصل وزو ستلثة مقابلات هكا الوضعية بش تتعقد أكثر وزمكم تعرفوا أنه النادي وقت اللي في مخه يفقد التركيز الرياضي متاعه النتائج بش تولي نتائج سلبية على بعض هادون كيلزم اليوم نعمل وقف التأمل الخلافات اللي هي معناها ما عندها حتى معنى وقتش آخر مرة حكيت مع فريد عباس وقتل بارح حكيته عن نادي الفريقي حكينا وقتل بارح شنية رؤيته حتى هو تراحها حتى أنا حاولت نتصل بيه برشة مرات ما معتها ما يكون مينيكيش في برامو برشة نحن نعرفوا شنية رؤيته للنادي الفريقي اليوم والله هي رؤيته للنادي الفريقي أخويا مع الإنقاذ أنا معكم اليوم أول حاجة يزمنا نعملوها أنه نفكوا النادي معناها هذا هو كلام مسي فريد عباس النادي يزموا يتفكوا يرجع إلى الحذرة إلى ولاده أه ولاده عنا تبارك الله معناها الأشخاص اللي نجحت في النادي الفريقي والنجم نسمني منهم معناها عنا العديد ولا العديد من الكفاءات تم سي مهدي الغربي سي ماروان حمودية سي آآ رشيد الزمرلي سي آآ حمد مبارك آآ سي نابلتان والموجودة مجموعة كبيرة الياس بن سيسي آآ معناها فما عنا العديد والعديد من الأسماء القادرة بش تقدم ونسيت برشها رؤوا معناها أنا قاعد نتكلم معك سي مهدي ميلاد عنا العديد من رجالات النادي اللي معناها نشحد في فترات معينة نجاح كبير عليش نشحوا لأنهم ناس سكتين ناس أخويا نأمن رأني بال سمحني في الممكن ربها لما بش نكون برشا ناس ما يشمع أنا نأمل بالمستوى العلمي ونأمل بالمستوى الأكاديمي يمكن غلط أنا نأمر به أنه الشخص اللي عنده تكوين علمي وتكوين أكاديمي وتكوين معناها معين ما يتخليش ينزل للمستوى اللي أحنا نزلناه له لأنه كيتحط إنتي نجل ناخد مثلا أنا واحد خبير محاسم كي عنده حد أدنى من النجاح في حياته المهنية يعطينيش يساعتين في النهار النادي الأفريقي النجاح ذاك بش نقول هو للنادي الأفريقي وهذا اللي صار اللجنة القانونية يزا ما تكون من كفاءات مشهود اللي ها بالكفاءة الكفاءة وين في ميدانهم أحنا كي ولينا نجيبه فرناكيرات في النادي الأفريقي والناس ما نسمعوش بها وناس معناها نشوف مثلا أنا شنو المشكل المالي تاع النادي الأفريقي هو عدم التعامل بيجدية مع الملفات أنت وقت اللي ملاعبي ما عاشتك بيه وهذه معناها أنا شديد ستة ولا سبعة سنين رئيس لجنة القانونية في النادي الأفريقي اللي ملاعبي اللي ما عاشتك بيه والمدرب اللي ما عاشتك بيه أول حاجة نعملوها نعملو محضر فسخ نعملو كتب فسخ مبيناتنا بالتراضي نعترفولو بالمبالغ نتعاوه أول يوم كتب الفسخ في النادي الأفريقي ما عاشتك بيهش نعملوه ما نعرفوش معناها أنا نقول لجناء زوز الكاميرونيين صار معهم كتب فسخ ما تم مش عاد يميدو خطتت عمل بتريقة غالطة عبارة طريقة غالطة يا رسول الله هل يعقل في بالكم اليوم النادي الأموال اللي مشات هباء أنا علاش ملاعب عنده عقد بثلاثة سنوات يقع فسخ عقده بعد ثلاثة شهر تعرف القانونش يقول جميع الفترة المتبقية كمال لو تم تنفيذ العقد في الوقت إذا كان انت حكيت معا قلوه يجن فسخ ونعطيك كافة ربعة خمسة شهور يمشي على روحهم وحتى ما تخلصوش وقتها يقعد لك دين مش العقد المتبقى يقعد لك الجزء اللي انت متفق فيه فبالتالي اليوم خرجنا على دابور الأشخاص اللي هي عندها قيمة في النادي الافريقي وبعدت عن التسيير لأسباب أو لأخرى